في كورتليد في رياضة امتعنا ينجم يقل بموازين متاع مباراة ينجم يرشح كافة المنتخب على اخر اه دخلنا المقابلة هذه بتركيز كبير اه ما قزمناش رويحنا امنا بحظوظنا على اخر لحظة عارفيني المنتخب الكرواتي لو نمشو معاه ندب ندل ولو نلعبوا معاه دفاع خشن شوية كنا ننجموا مخروه التالي وذا كان الوبجكتيف امتعنا اه في بعض الاحيان حصينا رويحنا قرب يسر اه من المنتخب الكرواتي في احيان اخرى زده ما ننجموش ننكروا لمنتخب الكرواتي خذي علينا الاسباقية خاصة في اه بداية الشهوة الثاني اه ما يخطيك جدا خروج وهيك المجلمة افتر شوية على الفريق تكره مثلا لعنده في الميدين هذا وعنده وزنه في الفريق امتعنا اه رجعنا شوية في السكور لكن كما شوفكم كما لاحظوا اه ما اتعنا ياسر كل اللي اه امتقم تحكيم اه انا نقول معدوش خبرة كبيرة ياسر في التظاهرات كما هذي صعيب باش اه باش اه باش تواجه فريق كما فريق الكرواتي اللي هو مورشح كبير لل للدورة هذي اه لكن اه العلم الايجابية في المقابلة هذي هو ما نتعلم اللاعبين الشوباني اللي قدموا مستوى كبير ياسر واللي اه اه ما خافوش من من ريهان اللي هو ربع نيائي كمام تاها جزول امبيك ما تعمو ريهان كبير ياسر منتخب الكرواتي لعب نصف نهائي اه ان شاء الله المستقبل ليهم ان شاء الله كما برا نقول لهم اللي هما عندهم امكانية باش يكونوا ندب ندب على الفرق كما هذي ان شاء الله ان شاء الله ينوروا وشرفوا كورتلة التونسية ان شاء الله قلت في المقابلات اللي خطوهم يعني اه في مقابلات كنتو اه 100% فما مفيت فترات كنتو فيها 100% فترات كنتو فيها اقل الفترات اللي كنتو فيها اقل شكون يتحمل المسئولية متاحة يعني اللي هو الايطار الفني ام اللاعبين بسف عمام الكل يتحمل مسئولية كايد والله حسب رينا متى سيتان تو الناس كول متى خطر عمل خبرة عمل اه اه ó ولوا اهية مؤسسة حولوا لذا كل المنتخب التونسي بالله وبينهم الى انضافة للمجموعةハذي ما عندهم بارش برش خبرة لليس يجابهم المنتخبية فيه ادوار متقدمة كما حبل إن شاء الله الخبرة هذي تتحسب لهم في اللافينير متاحهم وتعاونهم باش يتقدموا و باش يتحسنوا إن شاء الله بشنا رجوع نحكيه على اللاعبين الشبين يعني هل تعتقد أن الجيل هذية قادر على أن يصنع أكثر من صنعتوا انتوما يعني الجيل الأقديمة بتاعكم انتوما من 2005 إلى حد الآن يعني نحن كلاعبين قدامة مددين متمنى والخير للعناصر اللي تعلعنا من بعدنا والرولمتاعنا كان هو تأثير اللاعبين الشبين اللي حسب رأيه ما عندهم تعلقون كبير يسر وأثبتوه في بطولة العالم وفي البطولة الأفريقية وبطولة العالم الأوسط اللي خضاها ومرت بثيل كمتا مشرفة ومشرفة جدا من المدخل التونسي إن شاء الله عندهم مستقبل كبير لكن إن شاء الله تأثير يكون كبير للمجموعة هذي خطر عندهم طالهم كبير لكن هما صغار سنه وليزم كل الأطراف تقف معان باش اللي الجنراسيون تعالى جديدة هذي طعم الانتاج وعليش اللي خير من اللي عملناها احنا وعليش اللي خير باش ترفعنا روسنا إن شاء الله في المستقبل ما هو اللي يلزموا موجود عندهم هما ما كانش عندكم انتوما يعني يلزم ينضفلهم باش نشوفوا نتائج أخرى ونبعد بعيد يعني في اللي في كورة اليد اللي والحاقي وقال أكثر رياضة جماعية ينتظر منها ديما الشعب التونسي حاجة كبيرة والله هما حظروا على كما نقولوا انتر قيمية حظروا على العزم تاكور دليل تونسية مسؤولين لهين ملتفين الوزارة مش مقصرة معانا تربوسات الخارجية خاصة انوا اللاعبين الشبين اللي قادين ينشتوا توفر بطولة تونسية نزلت مع عندهم شحة كيك كبير مع ال ويسيم قبل ما نكمل معك سنه نمشي وفاصل ونعود فاصل قسير ونعود موسيقى عودة لسوعة أولمبياد وناصل الحديث مع ويسيم حميم كنا نحكيوا على الشبين انتك كما قلون احنا في تيروف اللي كيف هذه عندك ثيقة في الشبين الجددة دوما أنهم يعملوا أكثر من اللي عملتوه انتوما والله بتبعت الحال شفتوا المستوى المتميز اللي قدموه اللاعبين هذين مش معتها من دورة الألعاب الأولمبية هذي من بطولة العالم يعني زيادة من كسفريكا في المغرب اللي أثبتوا جدارتهم بيتقمص زي المنتخب الأول خاصة وقمص زيادة موضوعين أيضا من الابسات اللي تخليهم يكون عندهم مستوى كبير ونجموا ويعملوا عليهم إن شاء الله في المستقبل القريب نعمل عليهم وقرار الاعتزال يعني بالنسبة لكم سمحنا ما هو قرار نهائي؟ والله هو قرار متى تخطو عندي مدة لكن تعرف حكم التزامات القريبة للمتخب خاصة كسفريق الي كانت ترشيحية للاعب الأولمبية متى وخرنا في الاعتزال شوية لكن اقول قيت بيه باش وحدنا على فكرة متى بديت مسيرة متى بألعاب الأولمبية في سيدنين متى مش شوية تو عنديها 12 سنين وان شاء الله متى المسيرة توفى اليوم ان شاء الله بألعاب الأولمبية في لندر وتوفى على أحسن متى بنتيجها اول حصة متى انتجها ايجابية ويجابية جدا المنتخب ماتى استوار كبيرة يسر عشت فعل البيع وعشت فعل الخائب وعشت فعل الحرمان والتعب واشتقالك ان كله يون على جان رفع راية تونس علينا بين الدول الاخرين وانا نقول ماتى لديسيزيون متى هانا ثلاث باش باش يبطل المسيرة انتها وهي اصعب مني من ربح تيتر ولا تحذير بالنهاي كاسفريقيا ولا نهاي تظاهر اخذة يزن نعرف وقتاش سبورتيف يعرف وقتاش يخرج ونخلي الفرصة الغير ويزن نعرف وقتاش يخلي البلاسانتها والغير وحمدوله ان شاء الله نكون ماتى هل هي الاصابة زادة يعني تعرضت لها في كتفك والمستواهية اللي خلاتك دي تتخذ القرارة هذية حاج عاديا لما اقول لك حكيت فيها برشا مرات من كاسفريقيا اللي في المغرب قلت منتال العام الاول اللي خلاني باش نبتعد هو العملية الجارحية اللي قمت باع الكتفة متاعي اللي في كل تظارة في كل ندوة صحفية نوه باع لكن دي مش عب تونسي في مخه في رؤيته ويسمح مام العديف ويسمح مام اللي فرح تونسا في الهجوم مو مش قابلين ويسمح مام اللي ديف عالا يلعب شوية كيف لتاك مبانا قانون متاعنا متى الكورة قانون متى يخولنا متى كيما عشنا للبايا نعيشوا للمرة شوية وان شاء الله كله فرحنا تونسا كله وان شاء الله فرحنا شو اكثر حاجيت عاستو يعني فرحوك في المسيرة بتاعك ذي يعني والله برشا حاجيت برشا حاجيت مانتع اكثر من 750 هدف يعني في المسيرة ذي حاجة تتكر فتشكر على لك حتى انا كنت في تهد بعمل ساعمالية الحمدولله كله يهون كيما قلت لك الربح انتها سبورتيف هو تيترويت متاع اول حاجة ومبعد بث الفرحة في شعب كامل في بلاد كاملة حتى في جمعيتي في فرنسا وحمدولله متى مندمت لحتى لحظة عشت في المنتخب وان شاء الله متى نخرج من المنتخب وانا منيش نايد مانتا وانا فرحانا ذكريت حلوة يسر لكن الذكريت الكبيرة يسر هي زوز مشاركات في العب اولنبية اللي هي تقعد لي متى النقطة الايجابية جدا في الكارير متاعي نبدأ ونكمل بجزء اولنبية مستقبل متاعك يعني بعد الاعتزال والله المستقبل هو نتلهيه شوية بجمعيتي نتلهيه شوية بفاميلتي بعيلتي اللي تحرموا من العيشها متاع متاع البون تيحهم في الكارير متاعي متاع في كارير متاع سبورتيف صعيفة يسر اخرها الالعب الاولنبية اللي يمشينا متى عشرين يومة بعدها لعائلتنا بعدها لصغارنا متى لازم واحد يعرف التضحيات الامهات والصغار بالمناسبة متى حب نعمل تحييه لزوجتي والبنتي الصغيرة على التضحيات هذن والعائلتي قلت مستقبلك بعد الاعتزال حكيت نتلهيه قلت بالفريق متاعي وبعيلتي نجمه شوفوك مدرب والله بول ماموه متى واحد كيما قلتك خمم في جامعيتي خمم في الورست دوما كارير بعد الكارير متاعي متى كل شي وارد انا مكذبش عليك ما نشوف شروحي نبعد كاريموه على الرياضة هذي الرياضة اللي كونتني اللي عرفتني بالعباد اللي العبادة عارفوني اترفير العنوال ان شاء الله خبرة اللي عندي ولا ان شاء الله المستوى واللسلطة والعاقات اللي عندي مع العبادة كستوى فنعاون في تونس ولا خارج تونس دخليني نجم نعاون بها حتى شوية للعالم هذي اللي اعطاني برشة في حياتي ان شاء الله كلمة من وسلم حميم الكل اللعب يش يتقمس يعني قاعد يتقمس في زي المنتخب الوطني ولا مستقبل يش يتقمس زي المنتخب الوطني اشنو تقول لهم يعني والله اكثر حاجة نقول هيلم هو المستحيل مش تونسي شفتوا رجال تونس اش عملت شفتوا اللاعبين يقبلكم اش عملوا معنا حتى كومبليكس كونتر للبلدين الكبيرة الكبيرة في كورة الهد التونسي بقلبه متاعه وبالقرنته متاعه ونرجم يعمل مستحيل شكرا ليك ويسيم وصلب التوفيق يعني في مسيرتك الرياضية نحن بتنرجوا مع مقابلة تونس وكرواتي عفوا ونعود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة